تشاهدون في الصورة قلب الجنين وهو يشبه قلب الإنسان البالغ كثيراً مع وجود بعض الاختلافات الهامة التي سأستعرضها في هذا الفيديو الاختلاف الأول هو أن قلب الجنين غالباً ما يحتوي دماً بلون أرجواني كما رسمته تعلمون أن هناك اختلافاً واضحاً بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج في قلب الإنسان البالغ لكن في قلب الجنين يبدو الدم كله متشابهاً للغاية سأبدأ الآن من نقطة معينة حتى تصبح الأمور واضحة هذا الوعاء الدموي مختلف عن الأوعيات الأخرى لأنه يحتوي على دم أزرق اللون بدلاً من الدم الأرجواني والسبب أن هذا الدم يعود إلى القلب من مختلف أعضاء الجسم بعد أن استهلك الجسم أكبر قدر ممكن من الأكسجين هذا الوريد هو الوريد الأجوف العلوي الذي يسحب الدم من الذراعين ومنطقة الرأس على وجه التحديد ويعيده إلى القلب لديكم في الأسفل الدم الوارد إلى القلب عبر الوريد الأجوف السفلي وهو دم قادم من أعضاء الجسم كذلك إلا أنني رسمته بلون وردي والسبب في ذلك أن ثمت أيضاً دماً قادماً من الوريد السري للجنين إضافة إلى الدم الوارد من الجسم إلى القلب وهذه معلومة هامة لأن الوريد السري ينقل دماً غنياً جداً بالأكسجين من المشيمة إلى قلب الجنين بحيث يمتزج بالدم الموجود في الوريد الأجوف السفلي بالتالي لا يكون لون الدم في هذا الوريد أحمر فاتحاً ولكن مائلاً إلى الوردي هذا الدم هو المصدر الوحيد للأكسجين الذي يحصل عليه الجنين وهو يأتي عبر الوريد السري وبالتالي فإنه شديد الأهمية للجنين لهذا السبب حين يختلط هذا الدم بالدم الأزرق القادم من الوريد الأجوف العلوي في الأذين الأيمن نحصل على دم أرجواني اللون سأسمي حجرات القلب الموجودة في الصورة سريعاً لدينا الأذين الأيمن وسنرمز له بـ R-A والبطين الأيمن ورمزه R-V وهنا الأذين الأيسر L-A والبطين الأيسر L-V سأسمي أيضاً الشرايين والأورد الرئيسية للقلب هذا هو الشريان الأبهر في الأعلى وهذا هو الشريان الرئوي وهذان هما الوريدان الرئويان وهناك وريدان رئويان في الجهة المقابلة أيضاً إذن هذا هو شكل قلب الجنين ستتعرفون الآن على ما يجري في قلب الجنين وطريقة تدفق الدم فيه سأبدأ برسم الرئتين لأن ذلك يساعد على إظهار مسار الدم هذه الرئة اليمنى R وهذه هي الرئة اليسرى L سأستخدم الرئة اليمنى لهذا المثال في الرئة اليمنى يجري الدم بهذا الاتجاه قادماً من الشريان الرئوي وسيمر عبر الشرينات التي سأرسمها باللون الأرجواني نفسه ومن هذه الشرينات سينتقل الدم إلى الشعيرات الدموية وهي أوعية دموية أدق من الشرينات تمتد تلك الشعيرات الدموية وصولاً إلى كيس الحويصلات الهوائية وتكون هذه الأكياس مليئة بالهواء في جسم الإنسان البالغ أما في جسم الجنين فإنها تحتوي على سائل وهذا السائل هو السائل السلوي والسؤال هنا هل سيكون هذا السائل غنياً بالأكسوجين أم لا؟ بما أن الأكياس مليئة بالسائل السلوي فإن مستوى الأكسوجين لن يكون مرتفعاً فالدم لا يتجه حتى إلى الرئتين للحصول على الأكسوجين لأنني سبق أن ذكرت أن المصدر الرئيسي الذي يستمد منه الجنين الأكسوجين هو الوريد السري فالكمية الكبرى من الأكسوجين تأتي منه وبما أن الدم الموجود في أكياس الحويصلات الهوائية ليس غنياً بالأكسوجين فإن الأكياس تتمتع بالقدرة على دفع الشرينات إلى الانقباض بفعل العضلات الملساء الموجودة في تلك الشرينات لتصبح أضيق كما هو واضح في الرسم حين ينقبض هذا الشرين ويقصل نصف قطره فإن مقدار المقاومة يرتفع في هذا الجزء وحدوث ذلك في شرين واحد ليس مهماً لكن حدوثه في ملايين وملايين الشرينات في جميع أنحاء الرئتين سيؤدي إلى مواجهة الوريدين الرئويين في كلتا الجهتين مقاومة مرتفعة جداً وقد أسمينا هذه العملية التي تزداد فيها المقاومة عند انخفاض مستوى الأكسوجين في الدم بتضيق الأوعية الرئوية الناتج عن نقص الأكسوجين تحدث هذه العملية في أجسام البالغين والأجنة على حد سواء ولكنها شديدة الأهمية في جسم الجنين لأن رئتيه اليمنى واليسرة تكونان ممتلئتين بالسائل السلوي الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية ويضاعف إلى حد كبير مقدار المقاومة التي يواجهها الشريانين الرئويين في حال واجه هذان الشريانان مقاومة كبيرة فإن ذلك يعني أن القلب سيضطر إلى زيادة الضغط لضخ الدم إلى الرئتين وبالتالي يرتفع الضغط في الشريان الرئوي وهذا يعني ارتفاع الضغط أيضا في البطين الأيمن وبما أن الدم لا بد أن يجد طريقة للجريان في البطين الأيمن عندئذ يبدأ الضغط بالارتفاع في الأذين الأيمن وبالتالي يبدأ الضغط بالارتفاع في جميع أنحاء القلب مما يضعه أمام خيارين إما الاستمرار في محاولة ضخ الدم إلى الرئتين على الرغم من المقاومة المرتفعة أو محاولة إيجاد طريق مختصر لتجنب الرئتين من الأساس وفكرة الطرق المختصرة هي فعليا محور حديثنا عن قلب الجنين هناك طريقان مختصران لجريان الدم من الجهة اليمنى أي من الأذين الأيمن أو البطين الأيمن أو الشريان الرئوي الأيمن إلى الجهة اليسرى والجهة اليسرى أعني بها فعليا الشريان الأبهر فما يهمنا هو وصول الدم إلى الشريان الأبهر أريدكم أن تفكروا في طريقة ذكية لإيصال الدم إلى الشريان الأبهر وتجاوز الرئتين بنجاح وهذا هو التحدي كيف يمكن لقلب الجنين أن يواجه هذا التحدي؟ كيف يستطيع أن يتجاوز الرئتين؟ هناك طريقتان رئيسيتان لذلك سأرسمهما لكم سأبدأ برسم صورة مكبرة لهذا الجزء من القلب هنا حتى تكون الأمور واضحة ولا تختلط عليكم عند النظر عن قرب تجدون جدارا هنا لكنهما جداران فعليا جداران متلاسقان وهذه هي النقطة الأولى التي أود توضيحها لكم هناك جداران اثنان في ذلك الجزء من القلب يدعى هذا الجدار هنا الحاجز الأول وهذا هو الجدار الموجود في هذه الجهة أما الحاجز الثاني فهو الجدار الآخر الموجود هنا وللتأكد من أنني أحدثكم عن الحركة بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر سأكتبهما هنا وهنا لا تنسوا أن الهدف العام هو إيجاد طريقة يتجاوز من خلالها الدم المرور بالرئتين أي إيجاد طريقة لوصول الدم من هنا إلى الجهة المقابلة دون المرور بالرئتين عند النظر عن قرب إلى الحاجز الثاني سترون ثقبا صغيرا جدا في الجدار ولو وضعت إصبعي في هذا الثقب سأتمكن فعليا من لمس الحاجز الأول هذا الثقب يدعى الثقب الأذيني وقد تبين أن الحاجز الأول يحتوي على ثقب أيضا فكروا معي الآن ماذا سيحدث إن كان ضغط الدم مرتفعا جدا في الأذين الأيمن؟ إن قوى الضغط مرتفعة جدا من هذه الجهة والضغط هو قوة دفع تضغط على سطح الحجرة وبالتالي فإن الدم يضغط على سطح الحجرة من جميع الاتجاهات وحين يضغط الدم على هذه النقطة عند الثقب الأذيني فإن الحاجز الأول يتحول نوعا ما إلى غطاء قلاب أو صمام وينفتح بهذا الشكل مكونا ممرا لجريان الدم ويصبح الدم القادم من الأذين الأيمن قادرا على التدفق إلى الأذين الأيسر مباشرة لأن الحاجز الأول تحول إلى غطاء قلاب صغير يفتح نتيجة الضغط سأعيد الآن رسم هذه العملية ضمن الصورة التي رسمتها في الوسط فبدلا من الشكل الحالي سمت غطاء قلاب صغير هنا هذا هو الغطاء القلاب في الحاجز الأول ولديكم الحاجز الثاني هنا وهذا هو الدم وهو يجري عبر هذا الصمام من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر تذكروا أن هذا الثقب الصغير في الحاجز الثاني والذي يمر الدم من خلاله يدعى الثقب الأذيني وهذه هي الطريقة الأولى لتجنب مرور الدم في الرئتين فالطريقة الأولى تتمثل في جريان الدم من الأذين الأيمن مباشرة إلى الأذين الأيسر وتخطي المرور في الرئتين لكن لا يمر كل الدم الموجود في الأذين الأيمن عبر الثقب الأذيني فبعض الدم يسلك الطريقة المعتادة حيث يمر عبر الصمام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن إذا كان الدم يجري نحو البطين الأيمن فتلك علامة جيدة ولكن لماذا؟ لأننا نريد أن يضخ البطين الأيمن الدم حتى ينقبض وينبض فتلك العضلات تتقوى بالحركة إذن البطين الأيمن سيؤدي عمله الطبيعي ويضخ الدم إلى الشريانين الرئويين الأيمن والأيسر وسيواجه هذا الدم مقاومة كبيرة داخل الشريانين لكن هناك طريقة أخرى يمكن للدم من خلالها الوصول إلى الأذين الأيسر وعند النظر إلى الرسم فإنكم لا ترون أي سبيل آخر ليجري فيه الدم ولكنه موجود لقد تبين أن في قلب الجنين وعاءاً دموياً صغيراً هنا يتيح للدم الجريان عبره وسأرسمه بلون مختلف ليكون واضحاً وبالتالي يستطيع الدم الجريان عبر هذا الوعاء الدموي مباشرةً من الشريان الرئوي إلى الشريان الأبهر ثم يتجه نزولاً هذا الوعاء الدموي الصغير هو القناة الشريانية تذكروا أن هناك قناة أخرى تدعى القناة الوريدية ولكن ما يهمنا هنا هو القناة الشريانية إذن الطريقة الأولى كانت جريان الدم من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر مباشرةً والثانية هي جريان الدم من الشريانين الرئويين إلى الشريان الأبهر لكن هل يعني ذلك أن الرئتين تخلوان من الدم؟ بالطبع لا فهناك مقدار ضئيل من الدم يجري عبر الرئتين وتقدر نسبته بنحو 10% تقريباً في حين أن 90% من الدم يجري عبر إحدى الطريقين المختصرين وهما القناة الشريانية أو الثقب الأذيني وبهذا تكونون قد تعرفتم في هذا الدرس على الاختلافات الهامة بين قلب الجنين وقلب البالغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر